والله كانت عندي عركة حلوة مع الله يرحمه أولاد أحمد وبعد يعني ربي ما نابليش بحيد آخر معنا نعمل معها داوة مناحة عدوك العدو في العركة الحلوة في العركة الحلوة العدو اللي صغير أولاد أحمد يعني لأما لأن لم نبدأوا نحكيوا على الشعر يعني نحكيوا على الشعر مانا سواء الشعر العالمي أو الشعر العربي وكذا والآخر نبدأوا متفقين على مجموعة من الأشياء اللي الاختلاف عليها اليوم ما فمش لا لحد الآن ما فمش لا أرى واضح هادي الجمري يقول على منصف المزغني أنت شاعر من الدرجة الثانية ثانية وانت شاعر درجة ثانية سلمسك سلهادي الله يبارك فيه أنا أخلي فيها من الدرجة الثانية الساعة الدرجة الثانية ما هيش مشو مرة بعد المتنبي الدرجة الأولى ثم ولكن يقولوا يا هادي تلهاب نصك تلهاب نصك أنت فت الستين سنة وما زلتك يخرج الديوان فمش الله تلهاب ما زالب أنا شوية اللي عملته تلهاب نصوصك اهتم بنصوصك مش تقعد يعني يعني عامل مني يعني عدو أنا لن أمنحك عدوتي عدوتي غالية ولا أمنحها اخدم على رعك وربي عاونك وانا عاونك حتى بالصمت شمتا فقط يعني ما ما كمعركة ما عنديش معركة يعني المعركة الحقيقية كانت لي مع مع صغير في فترة من فترة وقبلها مع الطهر الهمامي الله يرحمه والوقعية الاشتراكية والماركسية والشعر والإديولوجيا والشعر وما إلى ذلك وكتبنا نصوص كانت مع عامل صف لوهايبي في ذهابه إلى هذا المنحة الكوني أو المنحة الصوفي وكذا والآخره وكانت لنا معارك في الشعر التونسي في الشعر التونسي عربيا اليوم منصف المزغني فما مشاركات عربية عندك الشعراء اليوم موجودين عرب مثلا اللي تعتبر بأنه فما نوع متعمو نفس بيناتكم فما صداقة فما عداوة أثم صداقة ما فماش عداوة عداوة الحلوة اللي حكينا عليها يعني عداوة تنفسية ما ما فماش يعني خارج خارج حدود الوطن يعني عندي علاقات يعني جيدة مع الشعراء في كل وطن العربي من البحرين إلى المغرب وهذا مهم لكننا كيف نشوف كمية النصوص اللي ترجمت للغات العالمية كيف نشوف بأنه راهو فما نصوص تكتبت في قراءة المنصف المزغني الشاعر والإنسان والمواطن تظهر لي بأنه المشاركات متاعك العربية أقل مما كتب لك وفيك منصف المزغني لا أنا يعني بدأت المشاركات العربية من من عام أربعة وثمانية في بغداد وقتها بغداد معنا مشينا لها حوالي خمسين شاعر تونسي شاعر وناقد وما إلى ذلك وتم انتقاء انتقائي من هذه المجموعة ودعيت إلى مهرجان جرش لأنه ثم مهرجان يلدوا لك دعوات أخرى ومن مهرجان جرش جات من دعوة القاهرة ومن القاهرة جات دعوة المغرب وهكذا إذا تميزت أنت في مكان فإن في ذلك المكان ثمت ناس يريدون شعراء جيدين ويريدون مهرجان نجح هذا هو معنى تصير أنت مدعو بالسمرار